لازم إذا كنت شيخ لتلامزة أو شيخ لمردين أستاذ في جمعة أب الأولاده مدرس أي حد لازم تعلم أولادك مهارة أساسية في مهارات الحياة اسمها إيه؟ إدارة الغضب والمهارة دي أشارها هو دات اللي بيشير إليه حضرة النبي في الحديث لما يسأل إيه اللي حاصل لما يسأل في هذا الحديث مرارا عن الوصية فيقوله لا تغضب لا تغضب يقولها العلماء لا تغضب يقولها الأباء لا تغضب يقولها الأسادزة في الجامعة لا تغضب لا تغضب كل واحد فينا حضرة النبي قاله تقول لتلامزتك تقول لأولادك تقول لكل الناس اللي أنت بتحاول ترشدهم إلى الخير كلهم لا تغضب يبقى رسول الله وزع علينا مسؤولية لا تغضب كلنا أن احنا نتناصح ونتواصف فيما بيننا ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم مرارا ليه عشان يعرف كل واحد فينا أن جزء من مسؤوليته وجزء من رعايته لأولاده لتلامزته لكل الناس أن احنا نوصيهم بأنهم ما يغضبوش ونوصي أنفسنا أولا وعشان كده فيه ثلاثة حديث الأول ليس الشديد بالصرعة إيه بقى يا سيدي؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يبقى ده أول حديث هنشوف الأحاديث بقى اللي ممكن تساعدنا في إدارة الغضب الحديث الثاني إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليتضجع يعني غير وضعيتك وإحنا عارفين الحديث اللي بيأمرنا بالوضوء عند الغضب وإذا كان بعض العلماء ضعف الحديث ده لكن الحديث ده يعمل به بفضائل الأعمال الحديث الثالث مراته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت والله من تقم صلى الله عليه وسلم في شيء ويؤتى إليه وفيش أي حاجة وصلت لحظة النبي إن هو ينتقم النفسي حتى تنتهك حرماته الله عز وجل فينتقم لله عز وجل يبقى الأول الحديث الأول بيعلمنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجولة مش إنك أنت تحاول بقدر الإمكان إن أنت تكسر اللي قدامك لما تكون غضبان وتنفعل الرجولة مش أزى الناس الرجولة إنك أنت تمنع أزاك عن الناس تاني بنقول كده حضرة النبي بيعلمنا ده إن الرجولة مش إن أنت تأذي الناس الرجولة إن أنت تمنع أزاك عن الناس وعشان كده ليس القوية بالسرعة وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخلي يمدح المؤمنين اللي ألف صفاتهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللي هم مين؟ اللي هم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لأنه كذا ما غيظه وإن كان فلان بيغيظه مش هو اتغاز من حاجة ما حدش غازه لا ده هو متعمد إن هو يغيظه وإيه اللي حاصل؟ وعافى عن الذي أساء إليه لا لا ده واحد ده راجل ده أحسن ده فإيه ليه؟ على الجزاء والإحسان إلا الإحسان يبقى ربنا بيحب المحسنين فيحسن إليه كما هو أحسن لخلق الله يبقى أول حاجة أول شيء في إدارة الغضب عندنا هو ماذا؟ هو السمود وامتلاك النفس وحبس النفس عن الأذى ونقول كده لو كنا بنقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يبقى من العهود اللي بنعاهد ربنا عليها ماذا؟ أن نملك أنفسنا عند الغضب أن نملك أنفسنا عند الغضب ليه؟ لأن نملك النفس عند الغضب ماذا؟ باب واسع من أبواب الرجولة يبقى أن أنت لما تملك نفسك عند الغضب أنت رجل يبقى دي الرجولة اللي هي فيها عهد ما حضرت النبي أخذ عليه العهد ولكن بيوصيب إيه؟ لا تغضب عهد يبقى أنت أول حاجة العهد اللي أخذ الله على المؤمنين وعلى صفات عباد الرحمن أنهم كظمين الغيظ وعافين عن الناس يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى كظمك الغيظ وعفوك عن الناس لامتلاكك الغضب رجولة يبقى أول حاجة في الإدارة الغضب إدارة الغضب ومنع النفس من أن تتسلط عليك وحجبها من أن تجعلك تؤذي الناس باب من أبواب الرجولة هذا أول حاجة في إدارة الغضب كن رجلاً ولا تغضب كن رجلاً واكظم غيظك كن رجلاً وامنع نفسك من أن تصارع الناس يبقى أهم حاجة الرجولة لا تعرف الصراع إيه ده؟ نحن فهمين أن الرجولة أن أنت تسرع وتأذي الناس قال له لا الرجولة أن تحمل نفسه أن تقف رجلاً أمام نفسك الأمارة الأمارة بسوء